موسيقى أهلا بكم من جديد في فقرة ساهم وقوس وبالتأكيد على مدار تاريخ نادي الزمالك أكيد مرت عليه مواهب ونجوم كثير لكن بعضهم كان لي بصمة غير طبعية ترك لدى الجمهور انطباع غير أداء ومهارة مختلفين انتماء واحترام مالهمش مثيل نجمنا النهاردة واحد من اللي ينطبق عليهم المثل ده لأنه كان الحقيقة نجم كبير مش بس جوال ملعب لأ كمان كان نجم كبير بره الملعب الحقيقة أنه بيساعدني وبيشرفني ومنورني النهاردة في برنامجنا لأول مرة كابتن ناك كبير ونجم قدير ونجم خط وسط مصر ونادي زمالك السابق كابتن أيمان عبدالعزيز نوارني يا وكباتي حقيقي سعيدة وجودك معي نوارك مرسي أنا سعد مبسوط منها معاك لأول مرة ويعني يا رب بس هكون ضيف خفيفة على الناس ونقدر نقول لهم حاجة مفيدة إن شاء الله أكيد الجماهير نادي زمالك كلها سعيدة موجودك معينا نوارك طيب يعني خلينا نبدأ يعني قبل ما أكيد هنتكلم عن مباراة القمة هنتكلم أكيد عنها وتفاصيل كثير جدا في كلام عن مباراة القمة بس خلينا في الأول أبدأ مع حضرتك بالذكريات الجميلة يعني نتبعش حاجة تكون منوارني وموجود معي وما نتكلمش عن ذكرياتك الجميلة مع الأبيض يعني خلينا نتكلم عن ذكريات فترة نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديدة طبعا كانت نجاحات كبيرة لنادي الزمالك حاجة شاركت فيها يعني نادي الزمالك حصل على طيب كل بطولات المحلية والقرية في الفترة دي خلينا نتكلم عن الفترة المهمة دي لنادي الزمالك أي الحقيقة جات بعد فترة كانت الأمور صعبة فيها شوية خصوصا بعد فري الأحلام أنا يعني الحمد لله يا ربنا كرمني والحقيقة الواحد من الأجيالي أنا شفتها الحقيقة وانت بتلعبي بيبقى أكنك زي الحلم يعني يعني لما بتقبي بالتمرين وموجودين وبنلعب حتى التأسيمة اللي بيننا وبين بعض صحيح وبتلاقي في المدرجات حوالي خمستاشر وعشرين ألف متفرج وبتلاقي نجوم كتير قوي حواليك يعني كابت أشرف قاسم وكابت أحمد رمزي وكابت أسماعيل وكابت أحمد الكاس وقص سعيد وحمد صبري ومتحة عبدالهادي والناس كتير مش عايزة نساهم فالحقيقة انت بتلعبي زي الحلم بالزرط الحمد لله أنا لحقت دول وقابت معهم وبعدين ربنا كرمني وكملت بعد ما كلهم بدأوا يعتزلوا واحد ورد تاني بعد الفترة دي دخلنا فترة شوية سنة كده لكن كنا بنكسب الكاس ونا بنكسب بطوط أفريقيا مرة بعدها دخلنا في حوالي سنة أو سنتين من غير البطولات إلا سنة الكاس بعدين من الألفنات لو تفتكري دخلنا بقى الحمد لله في فترة اللي هم الخمس ست سنين اللي عدنا نقفين كل البطولات دي صحيح طيب خلني أزألك عن شكل إيه الفرق ما بين شكل المنافسة زمان ودلوقتي شايف أنه هلش يختلاف بين الجيل الماضي والجيل الحالي؟ بص المنافسة زمان ما كانتش منافسة مع خصوم بس الممتعة فيها أنها كانت منافسة مع الزمل نفسهم في الملعب يعني عشان تلعبي في فرت ناتزة مالك وتبقي ستاندينج وتلعبي في الحداشر كنت الحقيقة محتاجة زي ما بقولوا أنت تموتي نفسك بقى وتتمرني كويت محتاجة أنت معجزة من عند رب أنت تدخلي وسط الأساطير دي فكان المنافسة اللي بتحصل بنا في التمرين هي اللي بتدينا دايما الأفضلية أنه هنفس على البطولات يعني مجموعة من الكوكوبة كبيرة جدا جدا فكلنا في تنافس كبير فاللي بيلعب بيبقى كويس قوي وعشان يفضل كويس فلازم يلعب المطشات كويس عشان لو ما قداش في المباراة كويس هيلاقي حد غيره مكانه ممكن يكون أفضل منه قاعد نستنيله هيشارك مكانه فعشان كده كلنا كنا بنقاتل والملعب كله هتلاقيه ما فيش حد أبدا بيريع ما فيش حد بيكسل فعشان كده كنا دايما الفترة دي في البطولات كتير الحمد لله نفسه ومكاته نفسه قوية طيب خليني أسأح راكي عن أجمل بقى كواليس كابتن أيمان عبدالعزيز مع نادي الزمالك يعني كلمي عن كمان حب الجمهور حب جماهير نادي الزمالك لحضرتك يعني حب كبير جدا من جماهير رأيك بوسي الحقيقة حسيت بالحب ده من هو أنا عندي تقريبا حوالي 8 سنين لأنه جيت زمالك أنا عندي 8 سنين فضلت أشارك في مراحل الناشئين لحد ما ربنا كرمني وكنت تقريبا 16 سنة أو شوية وطلعت الدرجة الأولى يمكن للأخرني شوية كمان أنا كنت على طول متواجد في المنتخبات من أول منتخب البراعة من دكتور عمر بالمجد وبعد كده مرورا بقى بالكابت الحلمي طولان طبعا ربنا يدي له الصحة وبعدين المنتخب الأولومبي ومنتخب الشاباب برضو كابتن حلمي وبعدين المنتخب الأول مع طبعا العظيم الكابتن محمود الجاهر ربنا أرحمه وأنا عندي 17 سنة فأنا تربيت جوا النادي فدايما كنت شايف الجميل لأن أنا كنت من دايما من عشاء أن أنا أروح أتفرج على تمرين الدرجة أقول له عشان نشوف كل الناس اللي أنا بحلم أن أنا أبقى موجود معهم وأبقى زيهم فيهم الأيام سعيدني في ده طبعا وجود ده أخويا الكابتن أمير عبدالعيز الكبير طبعا حياتنا لي فكان بسعيدني طبعا أننا الموضوع التواصل سهل مع العابة الكبار وأننا دايما أشوفهم وأتكلم معهم ده اللي دايما خلاني عندي ثقة في ربنا صحية تعالى وفي نفسي قوي عارفة أنت لما بتبقي زي ما بيقولوا نفس الروح ونفس التربية أنت شايفهم دايما دايما كنت بتتكلمي معهم فأنتي حبة أن أنت تبقي دايما زيهم فعشان كده بقت الموضوع بالنسبالي أسهل أن كنت بتكلمهم وبعض معهم فشايفهم بيتكلموا أزاي وبيتعاملوا أزاي ده اللي سهل علي الموضوع شوي فأنا حسيت بدأ من أنه أنا عندي ثمان سنين لكن أكتر فترة حسيت بيها ده قبل نهاي كاس مصر مع كاتنا حمودة برجال نحن كسمناها سبعة وتسعين ضد النان اسماعيلي تلاتة واحد وإحنا بنلعب في المباراة والحمد لله الفترة دي كان ربنا كرمني جدا أن الناس شايف أن أنا كنت مؤثر جدا في فرط نات الزمالك والناس بتعملي حساب فترة سكوت في المباراة وإحنا خسرين واحد صفر وجماير بتطلع بتنادي على اسمك عشان يقول لك يلا أيما نتحرك عشان الناس فرقة تفوق حاجة جميلة ومسؤولية كبيرة جدا فالإحساس ده مرة تانية وقت رجوعي من تركيا 2008 لما الاستقبال اللي حصل الحمد لله يعني أنا كان بالنسبة لي ده استقبال أسطوري أني كان أعتقد اللعبي الوحيد اللي حصله استقبال في المطار وكان طريبا حوالي 15 أو 20 ألف متفرج ده كان بالنسبة لي كتير جدا وإن كان بالي فترة طويلة ومنزلش مصر فلما خرجت بره باب المطار ولقيت الناس دي الحقيقة أنا حصل لي زهول من زهول من عدد جميلة زمالك لأن زهول من الناس مستنياكي بالشكل دوت متوسمة فيك خير وحسين أن أنت تقدر يتشيل الحمل الكبير اللي موجود يعني جماهير نادي زمالك بتحب حضرتك جدا ومرتبطين كانوا مرتبطين جدا بحضرتك ويمكن كانوا صعداء جدا برجوعك من تركيا خلينا نتكلم بقى عن فترة تركيا يعني الاحتراف في تركيا يمكن حراك واحد من المحترفين اللي قدموا الحقيقة مساويات ممتازة جدا في الدوري التركي بنتكلم عن ترابزون سبور قونيا سبور وغيرهم من الأندية التركية تعلمت إيه هناك أو إيه الحاجة اللي شفتها هناك في الدوري التركي ما كانتش موجودة عندنا في مصر في الوقت دوت يعني اتكلمني شوية عن تجربتك في تركيا وبتمثلك إيه التجربة دا في مسارتك الكرة وإيه هي الحقيقة بتتمثلي تقريبا حوالي 70% من كل حياتي لأن اللي قابل في أوروبا صعب جدا وسهل جدا صعب لو أنت عندك طموح سهل لو أنت عندك طموح وعندك استمرية وعايزة تعملي حاجة وعايزة تكملي فده بالنسبالك سهل صعب في العيشة والتأقلم والأتستيود بتاعت الناس اللي برة وانت ما تعرفهمش تعرفيش عاداتهم وتقالدهم فعايزة تدخلي جواهم بسرعة عشان يبقى أصحابك ويحبوك وده يمكن نسهل علي الموضوع أولا في فرد كجالي سبور أول فرد رخطاء إن أنا هم كانوا شايفين أن أنا كنت حاية بتعلم اللغة بسرعة فدايما ما كنتش بتكلم معهم ما بكلمش معهم ولا إنجليزي ولا عربي ولا حاولي جم وترجم ما عايزة أكلمهم وفهمنهم هما بيقولوا بالتركي فالعيبة الحقيقة حبت ده جدا وقدروه بقى يساعدوني فده مهم جدا تعلمت النظام ما فيش غيره هناك غير كده مش هتعرفي تعيش إن أنت دايما تبقي منظمة دايما تبقي دايما مواعيدك ثابتة تمرين اللي ما عندش غيره اللي هو أن أنا بصحى الصبح الساعة 9 عشان نروح النادي عشان نفضل مقضي اليوم كله في التمرين والشغل بتاعه لحد ما روح البيت الساعة 8-9 بالليل نظام ما حدش يقدر يخرج عنه فالحقيقة أكتر حاجة تعلمتها للتزام والنظام والمواعيد والدقة في كل حاجة فده الاختلاف اللي عندنا في مصر إنه إحنا ما عندناش نظام في حاجة الدوري بيبتدي في فترة مهانة وإنتي متعرفيش إخلاص إمتى صحيح من ضمن الحاجات اللي إنتي بتدخلي أول ما بتليها النادي في أوروبا عامنين زي لوحة كده بداية الموسم ونهايته نهاية الموسم بالزبط فحتى لو إنتي عايزة تنظمي حاجة لنفسك أو رحلة لنفسك بتقدر تنظمين إنتي عارفة إنتي هتلعبي آخر ماتش إمتى فبتبدأي تنظمي وقتك على ده ويكون في فترة بين الموسم اللعيبة تلحقتش من نفسها فيها لأنها بتكون حاجة مهمة جداً عندنا فترة بين الدور والدور اللي هي الكريسماس فعندك فيهم حوالي خمستاشر يوم وبعدين عندك تقريباً بتتروح من بين ثلاثين وخمسة واربين يوم دايماً الرحات فده دايماً بيدي اللعيبة أفضلية في إنهم يعملوا استشفى هايل فترجع تلعبي الموسم فتقدر يتشاركي في كذا بطولة ويقدر يبعى عندك حتى لو عندك تلاحهم في المباريات فده بيسهل على اللعيبة والمداربين إنهم يشاركوا النظام 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 يا كابتن يعني اللي يمشي وراء النظام دايماً يطلع بأفضل النتائج دايماً بنقول الكلمة دي الحقيقة طب خلينا طيب نتكلم عن ذكريات بقى حضرتك في مباريات القمة يعني ندخلين بكرة على مباراة القمة المرتقبة خلينا نتكلم عن ذكرياتك كمع مباراة القمة ودايماً بيشوف سيناريو مباراة القمة بيكون سيناريو شوية متوقع ولا دايماً مباراة القمة ملهاش أي توقعات ولا حسابات لا هي ملاش حسابات ولا لها توقعات خالص هي دايما انا بعتبرها النسب فيها بين المداربين واللعيبة يعني ستين اربعين او سبين تلاتين للعيبة دايما بتقع مباراة لعيبة وشخصيات ودايما هتلاقي كل مباراة قمة زي ما بيقولوا بتولد لك نجمة او اتنين سواء في الفرقة في الزمالك او في الاهل عشان كده انا دايما بسميها مباراة لعيبة احنا دايما لو عندنا لعيبة عندها شخصية وعندهم رغبة المكسب والروح اللي موجودة هتلاقي المباراة دايما بتبقى محسومة لنا فاهم حاجة شخصية اللعيب في المباراة ديات لاني في لعيبة كتير جدا جدا بتبقى كويسة قوي في المباراة العادية وتيجي تلعب مباراة الزمالك كلها لي مبقاش موجودة وفي لعيبة بتجيبها من البيت بتقدر تلعب مباراة الزمالك كلها لي لعيبة عندها شخصيات وشخصيات كبيرة فده اللي احنا نحتاجينه في مباراة بكرة ان شاء الله بإذن الله خلينا نتكلم عن القمة حسابية يعني دلوقتي احنا دمالك في المركز الاول برصيدة 44 نقطة لعبنا 20 مباراة الاهلي في المركز الثالث معي 17 نقطة من 17 مباراة تعلينا نتكلم شوي عن الحسابات في الصراع على اللقب الحسابات في الصراع على اللقب اعتقد انه طبعه صعبه دلوقتي خصوصا الاهلي عنده 3 مباراة مؤجلات فمش هتتحسم الا لما النادي الاهلي يبتدي يلعب مؤجلاته كلها وتبتدي تشوفه في ترتيب الجدول من جديد لكن في الاخر انا اللي يهمني ان النادي الزمالك يفضل يكسب على طول بغض نظر عن لما تبصي لخصومك او تبصي الفرق اللي تحتيك او معاك في المنافسة طول ما انت بتكسابي وبتكسابي اكبر عدد من المباراة وتكسابي اكبر عدد من الابناط اللي موجودة ده طبعه هيديك سهولة جدا وافضلية في ان تكساب الدوري انما لو انا فقط ابناط والخصم ماشي معايا في نفس الشكل وعنده مرات مؤجلة ففي الاخر هيسبب لك مشكلة كبيرة صحيح بيخلينا نتكلام طيب عن العناصر اللي شاركت امام الدخلية شايف انه ممكن في الفترة اللي جاية دي نشوف العناصر دي ممكن نشوف حد منهم بيشارك مع مستر فرارة ويكون ليه دور في الفترة اللي جاية بصي معاودة الدوليين والمصابين اعتقد انه هما ممكن يبقى برا الحسابات شوائية لكن ممكن يبقى موجودين في القوام الاساسي بتاع الفرقة لو احتاجتهم ان انت تقدر تعملي روتيشن في واحد او اثنين ممكن الراجل يقدر اعتمد عليهم لكن في ظل وجود اللعبة الدولية واللعاب اللي راجع من الاصابات اعتقد انه يبقى الموضوع في صعوبة شوفت مين عجبك لاعبه ومين حاسيت انه هو ممكن يكون في الفترة اللي جاية ليه دور كبير في حد اعلم معك انا الحقيقة عجبني سيف جدا يعني ادى بصورة كويسة وعنده شخصية وعنده رؤية في الملعب كورته كويسة لكن هو محتاج ان هو لسه محتاج خبرات غير الخبرات هو محتاج ان هو يعني عنده شراسة شوية وهو بيدافع لكن هو مع الكورة هو لايب كويس وبتحرك كويس وعنده رؤية كويسة طيب يعني خلينا نتكلم عن غيابات زمالك بكرة اللاعبين اللي هيكونوا احتمال كبيرين يكونوا مش موجودين طبعا من الكلام عن ابو جبل ممكن بشكل كبير هنشوف محمد عوار في حراسة المرمج كان نفس الكلام عن محمود عليا محمود عليا هيكون مش متواجد بكرة في المباراة شايف انه ده طبعا للإقاف بسبب الإنذارات شايف انه ده هيكون مؤثر على الفريق ولا شايف انه الوينش وعبدالغاني هيكونوا جاهزين للمهمة هيبقى مؤثر في الدكة عندك أو في الاحتياط فما عندكش سكواد كويس احنا دايما عندنا مشكلة ان احنا لما بيغيب عندنا لعيب او اتنين بيعملك مشكلة ان احنا متعرفين ازاي مالك عندنا مشاكل من بدري ان التنصفير مقفول ووجبناش لعيبة كتير فدايما الدكة بتاعتك فيها مشكلة ده الحاجة الوحيدة اللي هتعمل للرجل المشكلة انه في الاخر علاء لعيب مهم جدا عنده خبرات كبيرة الوينش وعبدالغاني يقدروا يشيله طبعا لكن في الاخر لازم بيه حد قاعد تالت برا كويس عشان لقدر لو حصل اي مفاجآت وارد جدا الاصابة وارد جدا اللي عايزة تعدلي في شكل لها بك شوية فلازم يبقى عندك حد برا فده الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعملك مشكلة ان انت الدكة بتاعتك ممكن متبقى شتقيه لها شوية يعني هنتكلم عن اللعبين مش هيكونوا متواجدين بكرة نتكلم عن ابو جبل عم حمود علاء نتكلم عن حازم امام فتوح دول كلهم مش هيكونوا متواجدين في مباراة بكرة امام ملال لكن برضو عودة المسلوسي وجوده نجم وممكن تحللك شوية ناحية الليمين لكن في الاخر اي لعيب لعب مباراة قمة كتير خصوصا حازم امام طبعا عنده جرأة وعنده شخصية زي ما قلتلك في الاول ان احنا محتاجين لعب دائم اللي عندها شخصيات مباراة من دلالي طب شايف يعني فتوح بكرة غيابه في الجبهة اليسرى هل هيكون مؤثر ولا شايف انه عبدالشافي هيقدر ان هو يعني وعبدالله جمعة شايف ان هم هيقدروا يعوضوا غيابه ام انا شايف ان عبدالله وعبدالشافي بيقدوا بصورة كويسة جدا خصوصا عبدالشافي يعني حاجة من النقط اللازم نقف عندها كتير ان دايما ملتزم جدا ودايما بتليه واحد من الافضل الليلة اللي موجودة في المباراة عموما انما فتوح العيب كويس وجوده مهم جدا زي حازم زي علاء لعب في المنتخب كتير اديكو حلول كتير انه عبدالله ممكن يخش يلعب في نص الملعب فعاده موجوده برضو اكيده يأثر عليك في الكل يعني كمجموع في الفلح طيب خلينا نسأل بقى عن طريقة اللعب يعني كنا بناخد قراء جماهرنا على السوشال نيتزا في قراءة مختلفة حول طريقة اللعب بكرة امام نازل اهلي شايف ايه افضل طريقة للعب وممكن يعتمدها مستر فرارة بص في الغيابات اللي موجودة وعادة موجود علاء وان انت ما عندكش يعني اه خيارات كتير اه فاعتقد ان افضل حاجة لازم يبقى عندنا تلاتة موجودين نلعب بتلاتة اربعة تلاتة او تلاتة تلاتة واحد ام دي ممكن تبقى بالحلول الكويسة امم عايزة تعملي كسافة في مناطق الدفاع وتعملي كسافة في مناطق وسط الملعب وده المهم جدا امم فان احنا نلعب بتلاتة ده ممكن يدين افضل ايه ده انا شايف ان ده حل يبقى كويس بالنسبة لمستر فريرا والجهاز خلينا نسألك يعني اخر مواتشين للقمة يعني خسرنا في الدول الاول بنتيجة خمسة تلاتة كانت مباراة صعبة الحقيقة لكن قدلنا ان احنا نرجع في الشوط يعني في الشوط التاني وخصوصا في اخر خمس دقيقة يعني لو المباراة كانت طورت شوية كان يمكن نقدر نسجل كمان الهدف الرابع للمباراة اللي بعدها اتعدلنا من استيجة واحد واحد بعد ما كنا متأخرين برضو بهدف هل شايف انه الزمالك فكرة انه هو يرجع تاني بعد ما يكون متأخر شايف انه بقيت حاجة خلاص حاجة سهلة على اللعيبة انه هم حطلهم متأخرين في بداية المباراة يقدروا انه هم يعودوا للمباراة مرة اخرى اه ودي ميزة ممكن نكون بنفتقدها قبل كده لكن الحقيقة الفترة دي انا شايف ان فكرة الرجوع للمباراة سواء بنتيجة المكسب او نتيجة التعادل ده شيء ايجابي جدا في صالح اللعيبة والجهاز الفني انه هو بقدر يعدل من مشاكله بتاعت الشوط الاولاني واللعيبة بتقدر زي ما بقوله تنطفد اه انا شايف نديمي اذا ما كيتش موجودة عندنا قبل كده نقدر نستغل لها لكن فكرة اه ان انت تكون متأخرة دايما في مباراة القمة انا شايف انها صعبة جدا ممكن الظروف تساعدك مرة تساعدك التانية لكن ما تساعدكش التالتة انا عشان كده بفضل دايما ان احنا يا متقدمين يا دايما ان احنا في حالة تعادل عشان في الاخر طول ما انت متعدل تقدر تجيب جول فتكسبي صحيح انما لو لو اضر الله حصل ودخل فيه جول فانت محتاجة ان انت تتعدل الاول وبعدين محتاجة ان انت تجيب جول تاني فده ممكن يبسببلك مشاكل على المستوى الدفاع يعني خليه بردو اسألك على نقطة مهمة يعني شفنا بارح لفتة مهمة جدا من سيدة المستشار منتظم وانصور فكرة تسديد بقية المستحقات اللي كانت اللاعبين نتكلم على 25 مليون جنيه كانوا مستحقات متأخرة لللاعبين تم تسددهم بالكامل شايف انه دي شايف الخطوة دي مهمة ازاي في الفترة ديت قبل مباراة القمة فكرة انه استقرار نفسي لللاعبين دفع معنا وهي خلاص اللاعبين لو فيه شوية امور مادية كانت ممكن بتشغل زهنهم تكون خلاص يعني انتهت فاكيد هيبقى فيه تركيز اقوى ممكن نشوفه بكرة بوزيجي انا الحمدلله يا ربنا كرامني وتشعرفت ان انا اشتغلت تقريبا ثلاث فترات مع المستشار متأخرة مصورة فيمكن دي مش اول مرة يعني يحصل موضوع ان هو بيسدد مستحقات اللاعبين وانت موجودة في النادي بتقدارة تتكلمة مع اللاعبه ويتواصل كبير فدايمن هم متطمينين وهو موجود عارفين ان حتى لو ليهم متأخرات هم هيخدوه فابتقى ظروف خارجة عن النادي لكن في الاخر هو فجأة كده او مرة هيجيوا لهم الفلوس كلها موجودة زي ما هو عمل التقويت اللي اختار المستشار متأخرة اعتقد ان هو تقويت مناسب جدا انه يصف في ذهن اللاعبه ويدخل المباراة من غير اي تشتت ومن غير ما يكونوا بيفكروا يا ترى لو خصل حاجة في مباراة القيمة لقدر الله هيبقى عندنا مشاكل بعد المباراة ان احنا مستحقاتنا فالفكرة دي لغاه لهم هو فهو بدأ دايما بالحاجة الكويسة للمفروض ان العالم كله بيعملها ان انت دايما بتدي اللاعبه كل حقوقها وبعدين بتبدأ الحزبيهم فالتقويت اللي اختاروا المستشار متأخرة اعتقد ان هو تقويت مناسب جدا تقويت مهم جدا ان هو صف زين اللاعبه ويدخلوا المباراة وهم ما عندهمش اي مشاكل تفكروا في الكرة بس عشان يسهل عليهم موضوع المباراة يعني بمناسبة كلامه طبعا عن سيادة المستشار متأخرة منصور فلازم برضه اعرف رأيك بقى في الاحتفالية العظيمة اللي كانت موجودة مبارح في القناة وشكل القناة الجديد وهو طبعا حضور سيادة المستشار معنا هنا وكان معنا الحقيقة كوكبة طبعا من نجوم الزمالك والمزعين والمحللين كان يوم عظيم امبارح كي تحركتها بعت اليوم امبارح انا الحقيقة يعني تشرفت ان انا كنت موجود من ضمن الكوكبة ديت معاكم ايه طبعا حقيقة كنت موارنا امبارح واكيد كنت شايف الكواليس وشايف الوضع عامل ازاي فكلمنا شوية بقى عن اليوم امبارح كان عامل ازاي انا اكلمك لأول مبدأين على الحالة العامة لنادي الزمالك نفسه من التطورات اللي حصلت دخليا في النادي على المستوى الاداري او مستوى النادي نفسه والاخدامات اللي بتحصل للأعضاء لان انا الحقيقة من الولايين اللي بيروحوا النادي اللي اعد جوا يعني لكن انا بقيت بحيب اروحوا وبقى بعت الولاد لان انا شايف ان اما بقوا بيعيشوا في بيئة كويسة جدا جدا بيئة تخليهم على القل مبسوطين ان هما يقوا موجودين في نادي اللي اهم احتراموا من اليوم كانوا فدي البداية فالحقيقة لما تخرجوا من البيئة دي لازم تخرجوا لصرحة عظيم زي دوت لقناة الزمالك اللي كنا بنحلم بيها من فترة طويلة هو بيحارب على دوت والحقيقة يعني لازم كلنا نشكره انه اسراره ومجهوده انه هو يفضل مكمل ان النادي اللي موجودين كلها او تلقى بمجلس دارة محترم برسم الشهر محترم منصور حاجة هنفضل دايما فخرون بيها وانسيبها لولادنا وانسيبها لجميع النادي الزمالك ودبع عندنا دايما حاجة زي ما قلتلك ندافع بيها عن النادي بتاعنا يعني ان شاء الله تكون فترة سعيدة على كل جماهية النادي الزمالك نقدر نحن نقدم لهم كل حاجة مميزة طبعا من خلال قناة النادي طب خلينا نتكلم بقى نرجع تقيني نتكلم عن المباراة وفصيل المباراة وخلينا اسألك عن التشكيل الامثل من وجهة نظرك للمباراة بكرة وخلينا نبدأ بحراسة الماربة بعد كينا نتكلم عن مركز مركز يعني خاصة هنمتكلم محمد عويد خلاص وعندك سيد برا جول كويس عنده امكانيات كويسة لكن برضو في صغير لكن الحقيقة انا شايف ان عويد دايما يعني بيبقى موجود في المعاد على طول يعني ما بيخيبش ظن الجميل خالص ولا الجهاز الفني دايما لما بتقولوا لعب يلعب بيقدي كويس جدا لما بتقولوا لعب ما بيعملش مشاكل فالحقيقة عواد من اللعيبة المقدبين المحترمين جدا اللي لازم تدي له حقه دايما وانه لما بيشارك بيقدي بصورة كويسة فده معناه انه هو بيتمرن كويس قوي النصيحة للمفروض الواحد يقدمها للعيبة الموجودين التمرين مش لحد خالص تمريلك انت بس ففي الاخر دايما لما تتمرن اتمرن لنفسك عشان لما يجي لك دورك تبقى كويس عشان ما ترجعش تقول كن جاهز دايما بزرطش ما ترجعش تقول انا ما خدتش فرصتي ولما خدتها ما كنتش جاهز مش جاهز زينش بتاعتنا كمدرب بتاعتك انت في الاخر صحيح فالحقيقة عواد جول كويس وبتحمل المسئولية فممكن يكون نقطة مهم جدا في نقطة مكاسب المبارة بكرة ان شاء الله صحيح طيب نتكلم على باقي التشكيل تشكيل يعني لو تسأليني عن رأينا الشخص لكن ما عرفش انظرو في الفرقة ان انا مش عايش مع الراجل هو قاضرة واحد هو الجزء اللذي موجود لكن انا شايف ان احنا مهم ان احنا لو المسلوسي سالين مئة في المئة يبقى هو التالت بتاع عبدالغني والونش يبقى الونش وعبدالغني والمسلوسي في لعبه ثلاث يبقى المسلوسي بدأ المشاركة من البارة بالضبط انا اتمنى انه يمنذ موجود انه زي مولدك هو عنده خبرات كويسة وقدر يقدر يقدر في المركز ده كويس لأن علاقة مش موجود فما قدرش أحط ناشئ في مبارات قيمة زيزيات صحيح بيبقى في ريسك بالنسبة لي كبير فيبقى الوينشو عبدالغاني والمثلوسي أنا شايف أن أفضل واحد في غياب حيث أن يقدر دور الرابع في نص الملعب هو أونجم لو جاهز برضو معرفش برضو ظروف الفيرة يعني برضو أونجم بيشارك بقاله يومين فأفتكر أنه هو هيكون جاهز ياريت يعني عنده خبرات كويسة كان طبعاً كان عنده إصابة اللي هي الكادمة اللي في القدم دي تعافة منها فإن شاء الله يقدر يشارك بشكل ويقدي بشكل كويس فيبقى أونجم وإمام وأوباما وعبدالله وأشرف وزيزو وعمر لو عندنا مشكلة في أونجم ممكن أعتقد أن لو زيزو يشتغل يشتغل كويس هنا مكان أونجم ومكان حازم وممكن ندخل روءة مثلاً مكان أوباما ولعب أوباما أو هلعب بالجزيري مكان نزيزو يبقى لعب بالجزيري وأشرف وعمر تلاتة قدام شاية مي ممكن يعود غياب طريق حامد في نص الملعب الحقيقة طريق يعني عملنا مشكلة بحقيقة من ساعة ما يشوى وعملنا مشكلة يعني ما يحتاج له يرجع سريعاً نوستة دايماً وخلي بليك عزيزة ده ممكن يكون سبب من أسباب أن الديفنس بتاعنا بقاله فترة متعثر متعثر جداً لأنه أنت ما عندكش سطارة خالص يعني دايماً في خطوط بتكسر حاجات كتيرة جداً قبل ما توصل للمدافعين منها خط الوسط بتاعنا فترة كان مدينا أفضلية في أنه عندنا على الأقل إيمان بيهاجم كويس وزيزو بيهاجم كويس فهو عامل سطارة كويسة ليهم وللمدافعين بتقعنا فمديهم أفضلية أنه إحنا دايماً عندنا زيادة فيمكن ده عاملنا مشكلة لكن ممكن رؤى يشتغل كويس فيه لو هل نتكلم أنه عندنا مشكلة في خط الدفاع وعلى الجانب الآخر زي ما احنا شايفين في الأهلي يعني خط الدفاع هو الأقوى حتى الآن هل نتكلم من سبعتاشهر مباراة منهم تلاتة يعني استقبل 12 هدف الدوري حتى الآن من سبعتاشهر مباراة هل نتكلم أنه خط الدفاع عندهم قوي جداً احنا عندنا مشكلة في خط الدفاع محتاجين ان احنا مش ديفنسو نشوف حال المشكلة دي بقى يعني مش ديفنسو ناد الأهلي يعني مع الاعتزار للجميع وما احترام للجميع كلهم لا يبقى كواسين لكن انا شايف فكرة النص ملعب ناد الأهلي هو اللي دايماً ميخلي ناد الأهلي ما عندوش مشاكل دفاعية يعني حمدي وسولاية وديانج لما هم موجودين التلاتة بيدتقول نص ملعب كبير جداً فبيرايحوا خط الدار فده اللي يدي الشكل الناد الأهلي دفاعياً قوي لكن في الآخر هم عندهم مشاكل دفاعية أكتر مننا عندهم مشاكل دفاعية لكن هم مستقرين في نص الملعب وأقوى مننا شوية عندهم ميزة في دال ان هم ما عندهمش إصابات فيه عندهم اللي يبقى كويسة موجودة فيمكن داللي يبقى مديوم أفضلية شوية في النص معنا احنا على غياب طارق طبعاً حمد عن نص الملعب عملنا زي ما تكلمنا عملنا مشكلة عملنا مشكلة كبيرة طيب خلينا نتكلم عن شايف مين يعني الأوراق الربحة اللي ممكن تكون متواجدة بكرة في المباراة اللي ممكن تقدر ان هي تقلب سير المباراة في الأوقات الحالية أنا شايف ان احنا عندنا واحد من أفضل قيبة الكرة في مصر بل أفضلهم يعني بالنسبة لي أحمد سيد زيزو زيزو فده دايماً بديك أفضلية صحيح الحقيقة الشكبالة بيبقى ليه دور كبير جداً لما بينزل ممكن برضو يغارك في شكل المباراة ونجم لو ما بدأش ممكن يبقى تغير كويسة الجزيرة لو ما بدأش ممكن يبقى تغير كويسة فأنا شايف ان عودة الجزيرة والمسلوسي ونجم وشكبالة موجود فتقدر يبقى عندك حول كتير لو ما لعبتيش أوباما ولعبتي رؤى ممكن يبقى حل كويس جداً أوباما طبعاً لأنه عنده يعني شخصية أنا شايف أوباما واحد برضو من أهم لعبت الكرة اللي موجودة في الزمالك دلوقتي أنه أنا بالنسبة لي لعيب على الكرة عنده شخصية ودايماً موجود ومؤثر في المباراة الكبيرة ده مهم جداً من زمالك فأوباما من لعب اللي موجودة لما نعفضل فزيزو بلا شك أشرف طبعاً لو ده وفي يومه زي ما بنقول كده لكن أشرف عن الشخصية الحقيقة يعني في كل المباراة الكبيرة هو ليه تواجد وليه بصمة موجودة حتى لو ما سجلشي بيصنع لو ما صنعشي هتلاقيه بيجيب يجوله هتلاقيه دايماً وجوده في الملعب بياخد انتباه الخصوم على الأل اللي بيشيل شوية من الحالات الدفاعية على اللعبة بتواناً صحيح طيب خلينا اسألك كمان عن عمر السعيد لأنه يعني هو الأقرب طبعاً لأنه هو يشغل مركز راس الحربة فشايف أنه عمر السعيد ممكن بكرة يعني يقدم الزايف في المباراة الحقيقة عمر من الفراودة اللي أنا بيحط بهم شخصياً عنده إمكانيات كويسة جداً لكن هو في الآخر زي زاقية فيرود محتاجة استمرارية في اللعبة أول فترة بيلعم يمكن كان عنده شوية بدلك أو شوية عدم توفيف في مباراة الداخلية لكن أنا قلت لك دي مش مقياس أبداً لكن برضو عمر من اللعبة اللي عندها شخصياته بتلعب مباراة كبيرة فأنا متأكد بنسبة 100% أنه هو بكرة هيبقى ليه دور كويس ولما يشارك أو لو لعب مدات المباراة هيبقى من لعبة المؤثرة في المباراة إن شاء الله طيب خلينا أسألك سريعاً جاء توقعاتك لمباراة بكرة وشايف مين من اللاعبين اللي ممكن يسجل في المباراة بكرة بص هي مش توقعات هي أماني طبعاً يعني زي 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 ملكيه ويتفرج على المباراة زي ملكي يكسب وتمنون التوفير وتمنوننا أن دا يبقى يومنا إحنا إن شاء الله بإذن الله هتلاقي دايماً الخطوط بدايتنا المتقدمة يعني آزيزه أشرف عمر إمام ممكن يبقى عنده وحظوظه إن هو يسجل إن هو بيشوت كويس لأ وتحط للفرصة إن هو يشوت لوشات ممكن يسجل كويس فيبقى عندك رباعي عمر طبعاً موجود في الصورة شكبالة لما بينزل فعندك على قلة أربع خمس لعب إن شاء الله يداره يسجله يعني يعني بمشكر حالياً جداً كابتن أيمان عبدالعزيز نورتيني ساعة وجودك النهار ده معي ويعني كلام مهم جداً كلامنا عن ذكريات كتير لكابتن أيمان عبدالعزيز داخل نادي الزمالك عن حب جماهير نادي الزمالك الكبير لكابتن أيمان عبدالعزيز كمان كلمنا عن تفاصيل مباراة القمة المرتقبة غداً طبعاً بين الزمالك والأهلي يعني بسمنى الحلقة تكون عجباتكم النهار ده نشوفكم بكرة في حلقة جديدة ودايما نهاركم أبيض بخطين حمر